الدعوة إلى الحوار في أوكرانيا تستمر رغم تصاعد اتهامات الأطراف لبعضها البعض بالتسبب في تفاقم الأزمة في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة وزير الخارجية الروسي سريي لفروف اقترح تجديد الحوار مع أوكرانيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة التي وثرت العلاقات بين الشرق والغرب روسيا تعتقد بإمكانية تنظيم حوار بين كياذ وخصومها وأن يطلق هذا الحوار في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نأمل أن يسمح شركائنا وزملائنا الغربيين للأوكرانيين بإقامة هذا الحوار من دون الكثير من العوائق أما في أوكرانيا فتستمر المخاوف من توسع نطاق حركة التمرد التي تنظمها الأطراف الموالية لروسيا القوات الأوكرانية في حالة تأهب قصوى منذ أمس حيث تأمل السلطات أن تساهم الانتخابات الرئاسية في الخامس والعشرين من هذا الشهر بالخروج من الأزمة موعد الانتخابات الرئاسية يقترب وتوتر داخل المجتمع يتصاعد ومع ضم شبه جزيرة القرم والوضع في الجنوب الشرقي من أوكرانيا في مناطق لوجانسك ودونسك هناك توتر ونحن نعمل في إطار إجراءة أمنية مشددة لقد خططنا لإجراء تدريبات للتحاقق مما إذا كانت الوحدة جاهزة وإذا كانوا على استعدادين لاتخاذ مواقعهم في نقاط التفتيش المتمردون الموالون لروسيا ما زالوا يسيطرون على المواقع الاستراتيجية في عشرة المدن شرق أوكرانيا والمخاوف من إجراء الاستفتاء حول تقرير مصير منطقات دونسك في الحد عشر من هذا الشهر قد يزيد من التوتر ترجمة نانسي قنقر